السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر نواصل الفيديوهات متاعنا حول فكرة الله أو فكرة الرب وفي هذه الفيديو نتكلم على الاحتمال الأول الذي هو المادة هي أزلية ولم يوجدها أحد وهي واجبك الوجود قلنا في الفيديو قبل هذه أن السؤال الذي يطرح واللي يطرح الإنسان من أوجد الكون توصل الإنسان بالتخمين والتفكير والفلسيف والعلم إلى ثلاثة احتمالات يأما الكون هذا توجد من مادة أولى أزلية مشهولة وهو الاتجاه المادي العلمي والذي يعتمد على التجربة وعلى البحث الأحتمال الثاني يقول إن المادة ظهرت من العدم والعدم هو نوع من الوجود أيضا واجب الوجود ونجهله وهو الذي أظهر المادة الفكرة الثالثة تقول إن هناك كائن أزلي واجب الوجود الذي يطلق عليه الله هو من أوجد الكون وهذه الفكرة الثالثة لا تعتمد لا على العلم ولا على الفلسفة والمنطقة وإنما على التخيل إذن أن فكر علمي يعتمد على الافتراضات العلمية التجريبية وفكر فلسفي يعتمد على المنطقة وفكر تخيلي يعتمد على التصورات هدوما الثلاثة احتمالات ياسر من الإخوة طلبوا مني بش نفسر كل واحد وحده اليوم في الفيديو هذي بجي نحاول نتكلم على ما يسمى بالفكر المادي العلمي وهو ليس فكر حديث بل فكر قديم جدا إن البشرية عندما شافت الكون هذا وشافته كيفاش يتبدل ويتطور وصلت النتيجة إن المادة هذه هي أزلية وإن هناك مادة أولى ظهرت منها المادة هذه والمادة الأولى صحيح نجهلها ومنعرش القوانين متاحها والأنظمة متاحها ولكن منها صدر هذا الكون إذن المادة هي تتحول تتبدل ولكن هي نفسها في الأصل هذا الفكر المادي هذا الفكر المادي تطور في الوقت الحاضر واعتمد على نظريات علمية سوى في الرياضيات أو في الكيميا أو في الفيزياء وغيرها وينطلق من فكرة لا نسأل من خلق الكون وإنما نبحث كيف أجد الكون لأنهم اعتبروا طرح السؤال من خلق الكون مع أنت بيوصلهم حتى نتيجة لازمنا نفهموا كيفاش توجد الكون ومن بعد كان فما هناك خلق طرح نوصلهم يعني السؤال العلمي المنطقي التجريبي كيف وجد الكون؟ هذا هو السؤال أنا عندما بدأ نمشي ونلقى حاجة في الطريق لازم نفهم كيفاش وصلت هذه الحاجة هوني بش نفهم كان فما شكون أوجدها أم لا بلكش تدحرجت مثلا كورة ماشي نلقى كورة ونقول شكون نحط الكورة هوني أه حطها فلان ما غير ما نعرف شكون فلان ولكن هذه الكورة نجم يكون حطها يعني حيوان تنجم تكون الدحرجت وحدها إذن السؤال العلمي ليس من أوجد الكون وإنما كيف وجد الكون ومن هنا العلم الحديث التجريبي انطلق في البحث في المادة وفي الكون ورأى إن الكون يتكون من مادة ما يسمى مادة عندها كثافة وعندها وزن التي هي المادة المعروفة التي تنقسم إلى أربعة إلى الصلبة وإلى السائلة وإلى الهوائية وإلى البلازما ثم وجد إن في الكون هناك طاقة والمادة هذه التي تعتبر مادة كفيفة هي نسبتها من أعرش ثلاثة أربعة خمسة في المئة من الكون يعني نسبة جدا قليلة ثم عندنا طاقة اللي يعتبرها العلم نظرية أنشتاين هي الوجه الآخر للمادة وانطلق الألم في هذه البحثات يعني من جميع النواحي لفهم هذا الكون ومعرفة كيفاش ظهر هذا الكون وصل إلى نظريات جدا عظيمة منها التطور وكيف الإنسان ظهر من الحيوان وكيف الحيوان تطور وكيف النبات تطور وكيف الجماد وتفاعلات كيميائية أدت إلى ظهور الكائن الحي ثم إلى أنواع الطاقة وتبديل الطاقة وتوصل العلم إلى بحثات إلى أن وصل إلى ضد المادة وإلى ما يسمى المادة أو الطاقة المظلمة وتطور كثير في هذا المجال ووصل وبدأ يقترب نوعا ما من النظرية الثانية اللي بش نتكلم علىها في الفيديو الثاني اللي العدم في الحقيقة هو نوع من أنواع الوجود المادي يختلف على الوجود المادي الكثيف اللي عندنا احنا طيب تنجي ونشوف الطاقة الطاقة معناتها تختلف على المادة لا تعتبر مادة ولكن تدخل ضمن الوجود الكوني والعلم تطور في المثلة هذه ووصل إلى ما يسمى الانفجار العظيم هذا ما توصل إليه العلم الآن أن هذا الكون كله بمجراته بالموجودات اللي فيه الكله ينطلق من انفجار عظيم وقع أدى إلى ظهور الإنسان والحيوان والنبات والمجرات والكواكب وكل ما هو في هذا الكون ولكن هوني العلم لم يتوقف ووضع احتمالات علمية لما قبل الانفجار منها إن هذا الكون كان موجود ثم انكمش على نفسه ثم انفجر من جديد يعني هذا الكون اللي موجود عنا طوحنا احنا فيه هو نتيجة انهيار كون آخر ثم تجمع وانفجر من جديد فم احتمال آخر هو إن هذا الكون هو الجزء أو نجمو نقول واحنا نقطة من أكوان أخرى يعني الكون يتساع ثم ينقسم ثم يتساع ثم ينقسم وهكذا توقع انفجارات لظهور أكوان أخرى ما يسمى الأكوان المتعددة هذه نظريات أخرى ثم نظريات أخرى في نفس هذا المجال إن الطاقة التي هي موجودة في الكون هي التي نتيج الضغط انفجرت فأظهرت المادة يعني الطاقة هي التسبق المادة هذه كلها نظريات علمية تعتمد على دراسات دقيقة ويمكن لكم يعني تبحثوا فيها يعني في الكتب أو في الانترنت لتفهموا إن الكون هذا هو كون يعني وجودي مش منقول مادي لأن المادة دي ما نربطوها بالحاجة اللي عندها كثافة ولي نجمو نلمسوها ولكن الوجود بصفة عامة لا ينطفق إلا على ما هو ملموس بل العلم ذهب إلى إن الأحاسيس البشرية هي نتيجة تفاعلات مادية مئة في المئة هي التفاعلات كيميائية في المخ هي اللي تسبب الحب وتسبب الفرح وتسبب الحزن وتسبب التخيلات والتصورات وكل ما احنا عايشينه هذه الأحاسيس يعني هذا الكل من إنتاج تفاعلات كيميائية موجودة في المخ تعرفوا لي أنتم ها الإنسان يعني توا بدلنا كل شي فيه يعني القلب بدلناه القلب اللي كنا نتصوره اللي هو مركز الإحساس والحب توا ثبت أن القلب هو مجرد يضخ الدم حتى فكرة أن هالإنسان وقت يحبه ولا وقت يخاف قلبه ولا يضق ما هيش نتيجة أن هالقلب عنده إحساس بالخوف أو عنده إحساس بالحب لا نتيجة تفاعلات كيميائية في المخ اللي تسبب معانتها سرعة جريان الدم اللي تسبب معانتها سرعة دقان القلب واللي إحنا نسخايبه اللي القلب هو مركز الشعور أو ما يسمى بالفؤاد أو الكبد وغيرها طوال الكبد النجمو بدلوها والقلب النجمو بدلوه وكل شي النجمو بدلوه بقاء إلا المخ هنا هو المشكل العلم طوع قريبا بشي عمل تجربة بشي بدل ما يسمى رأس إنسان في إنسان آخر وهوني التجربة هذه يعني نجحت على الحيوان كانت تنجح على الإنسان سوف معانتها تعطي انتصار كبير للعلم المادي الذي يؤمن بالمادة كما قلت لكم يعني حتى الحب يعتبر مادي حتى الكره يعتبر مادي هو تفاعلات كيميائية لا أكثر ولا أقل وكل شي موجود في المادة هذا الفكر الذي يقول إن الإحساس والشعور والتفكير كل صادر من المادة ليس شي خارج عن المادة أو منفصل عنها كما تذهب ما يسمى بالفلسفات الدينية أو الأديان وهذاك هتون تكلموا عليه إذا لو أخذنا زوز أشخاص ونحينا رأس هذا وحطينا في هذا ونحينا رأس هذا حطينا في هذا وهذاك الإنسان بعد لتنجح العملية يتكلم سوف نفهم كان الإحساس والشعور والفكر والذكريات موجودة في المادة ولا منفصلة على المادة المسألة بسيطة جداً ناخد زوز كمبيوتروات كمبيوتر في خزان معلومات بالفرنسية وكمبيوتر في مخزون معلومات بالإنجليزية وقت ان بداةم مخزون المعلومات بهذاcel في الكمبيوتر وهذا يولي انجليزي وهذا يولي فيرنسي اذا المعلومات موجودة في بسط هذا المخزون الي احنا نخزنه فيه المعلومات نفس الشيء بالنسبة للعقل او بالنسبة للإنسان الانسان احنا توواع اعرفنا الي المعلومات والمشاعر والذكريات والحب والكرة موجودة في المخم تعالإنسان لو ناخد وجوز من الناس واحد فرنساوي مثلاً واحد إنجليزي ونحينا رأس هذا حطيناه في هذا ونحينا رأس هذا حطيناه في هذا هنا لو هذا الإنجليزي واللي فرنساوي واللي يتكلم بالفرنساوية واللي يتذكر الذكريات اللي عاشها في الجسم الآخر وهذا بالعكس واللي إنجليزي واللي يتذكر المعلومات اللي عاشها في الجسم الآخر هنا تثبت النظرية على إن المشاعر والأحاسيس لكلها نابعة من المادة وتفصل العملية هذه ويقضى على ما يسمى بالفكر الديني الفلسفي ويقضى على الأديان بصفة عامة ممكن مش على الأديان بعيدة كل البعد على الفكر هذا يعني العلمي إذن هذه التجربة سوف تقع قريبا يعني من هنا لسانة سانتين تقريبا وهي التي سوف تقصل لأن هنا العلم سوف يعمل قفزة جديدة على خاطر ينجم الإنسان في المستقبل على حسب هذه النظرية أن الإنسان قبل ما يموت يصنع له جسم ينجم ينقل فيها المعلومات اللي عاشها والأحاسيس متاعه وقتا يموت الجسم متاعه ينجم يبقى موجود يعني الإنسان يولي ما عادش يموت يعني الجسم هذا ما عنده حتى قيمة لأن الجسم بحد ذاته هو عبارة على تجربة وعلى معلومات وعلى تفاعلات كيميائية وعلى معلومات عاشها كانوا نحطوها في جسم متاع روبو إنسان آلي ننقلوها نشدو مثلا مخ الإنسان ونحطوه في إنسان آلي إذن هذا الإنسان الآلي بش يصبح هذا الإنسان والجسد ما عادش عنده حتى قيمة يعني هنا بش نوصلو نوع من عملية الخلد يعني بش يوريك معت العلم في نجمي وصمنا فهمت وتعرف يعني الخلد يعني حاجة كبيرة جدا بل نذهب أكثر من ذلك لو ثبتت هذه الفكرة يعني أنا أحمل كل أجدادي في الجينات متاعي يعني نجموا ياخذوا الجينات متاعي من الجينات متاعي يخرجوا الأشخاص اللي عاشوا خطر الذاكرة اللي أنا نحملها هي تراكم ذاكرات اللي عاشوا قبلي واللي جيت منهم أنا فهمت يعني احتمال هذا معنا من ناحية الاحتمال احتمال ولكن هل العلم سوف يتوصل إلى ذلك هذا العلم يعطي احتمالات وافتراضات ومعنتها ما يأكد لما تنجح العملية إذن هذا هو ما يسمى بالفكر المادي أو الطبيعي أو الوجودي الإلحادي ما يسمى بالإلحاد المادي يعني لا يؤمن بأن هناك يعني روح ونفس وأحسيس ومستقلة على الجسم بل يؤمن إن كل ذلك نابع من المادة نفسها وإن المادة هذه هي تتطور وتتراكم وتتبدل وهي معانتها أوجدتنا إذن أكثر الملحدين تقريبا يؤمنون بالفكر العلمي الفكر التجريبي الفكر الذي عندما يضع افتراضات يضحها على أساس علمية وإن كانت افتراضات ساعات مع تنسبة النجاح متاحها سبعين ثمانين تسعين يعني صحتها ولكن هو يعتمد على الأدلة وعلى العلوم الذي وضعها الإنسان لفهم الكون وكما قلت لكم الملحد المادي لا يسأل من أوجد الكون بل يسأل كيف وجد الكون ثم عندما يصل إلى نقطة لا يعرف شنو ليقبلها يعطي احتمالات علمية ويواصل البحث ويتقدم إذن العلم ما يسمى هذا الفكر الذي يقول لك سؤال من أوجد الكون يجاوبك الملحد العادي الكون أزلي واجب الأوجود من الأصل وهي نفس الفكرة التي يؤمن بإله نفس الشيء يعني هم اللي يؤمنوا بإله يقول لك إن الله واجب الأوجود ولم يوجده أحد فأتعجب من المؤمن بالإله كيف ينكر ولا يصدق إن الكون المعلوم الذي احنا فيه أزلي ولم يوجده أحد وهو واجب الوجود ويقبل أن ينسب هذا الكون لموجود مجهول غير معلوم ويقول ويقول عنه إنه واجب الوجود وإنه أزلي فالمنطق يقول إن اللي احنا موجودين فيه اللي هو معلوم الكون المعلوم هو أحق أن نقول عنه واجب الوجود وإنه أزلي إذن هذه هي الفكرة التي تعتمد على إن المادة أو الطبيعة هي التي أوجدتنا ليس بفكرة الصدفة وغيرها من هذه الأمور التي يقولها المتدينون يعني يقول كيف إحنا توجد صدفة لا مش صدفة فما ظروف وعوامل في تطور المادة وفي تحولها وقوانين القوانين تنبع من المادة نفسها ولا بقى إلا للأفضل وللأصلح من هو غير صالح يذهب وينتهي وهنا أجيب على آخر سؤال هو من يسير الكون أحنا قلنا في الفيديو الإقبل هذه أن الاحتمالات يأما من أوجد الكون سواء كان المادة أو العدم أو إله هو يسير الكون أو هذا الذي أوجد الكون وضع التسير داخل المادة نفسها يعني المادة تسير نفسها بنفسها نتيجة أنه من الأول برمجها على أنها تسير نفسها أو أن هناك موجود بين الموجودات نجم نقوله مخلوقات فضائية هي التي تسير الكون بالمفهوم العلمي أو ملائكة بالمفهوم الديني أو روح الكون بالمفهوم الفلسفة الدينية هي التي تسير الكون هذا هو الإحتمال الثاني يأما الخالق هو الذي يسير يأما هناك واحد موجود أوجده ويسير وأما التسير يقع من الداخل وهنا الفكر المادي العلمي يقول أن المادة فيها هي تخلق النظام بتاع التسير بتاحها مع التطور بتاحها مع التحول بتاحها يعني ليس هناك يعني ليس المادة الأولى المجهولة هي التي تسير المادة الآن وإنما النظام هو نظام تطوري ومسترسل ويقوم بعملية ما نقول وإحنا اختيار طبيعي للأفضل وهكذا تتطور المادة إذن المسألة هذه واضحة المادة في الفيديو القادم نحاول نتكلم على الفكر الفلسف الديني الذي هو يؤمن بفكرة العدم والفيديو اللي بعده ندخل في نقد فكرة الإله يعني نقد كلي ونثبت كيف أن الفكر ما يسمى الإلهي الذي يؤمن بإله هو يعتمد على الخيال فقط كما قد لا أم العلم يعتمد على التجربة وعلى الأدلة العلمية وعلى الدراسات والبحثات والفكر الديني الفلسفي يعتمد على المنطق الإحساسي يسمى بالمنطق الإحساسي والدين يعتمد على التخيل بعيد كل البعد عن المنطق وبعيد كل البعد على العلم إذن أن فكر علمي اللي تتحدثت عليه هناك فكر فلسفي اللي بش نتكلم عنه في الفيديو القادم وهناك فكر تخيلي وتصوري بعيد على الفلسفة وبعيد على الواقع والعلم شكرا للمتابعة ومع فيديو القادم وبإسلام اشتركوا في القناة